ارتطمت زهود موسكو في عقد مؤتمر سوتي بواقع أمريكي يرفض أي خطط لتعويم مفاوضات جنيف وأطفاء الشرعية على عملية التسوية البديلة التي تنتهجها موسكو هذا ما يمكن استنتاجه اليوم من تصريحات القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد الذي أكد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن واشنطن لن تطفي الطابع الشرعي على التسوية البديلة التي تنتهجها روسيا ملوحان لأن بلاده لن تساهم في إعادة إعمار سوريا في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة جاءت هذه التصريحات في وقت كانت موسكو تشد وثاقة مؤتمر سوتي عبر اجتماع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي حول عدد من القضايا المتعلقة بالملف السوري فضلا عن استمرار التنسيق مع أنقرة وطهران حيث ذكرت الخارجية الروسية أن وزير الخارجي سرغي لافروف بحث في اتصالين هاتفيين التحضيرات لسوتي الهدفة إلى ضمان فعالية المؤتمر وإنجاح إلى ذلك تأتي التطورات العسكرية في سوريا أكثر سخونة من المواقف السياسية الدولية حيث تمكنت قوات المعارضة السورية من تحقيق إنجازات وتقدم ملحوظ على الأرض في الغوطة الشرقية وريفيحما وأدلب بعد أن سيطر النظام على عدد من القرى قبل أسابيع تشير المعلومات إلى أن خسائر كبيرة تكبدتها قوات النظام فيما نشر فصيلة جيش الأحرار وجيش النصر تسجيلات مصورة أظهرت أسر العشرات من قوات النظام خلال المعارك فضلا عن مقتل ثمانية عناصر من لواء فاطميون ولواء زينبيون في معارك رفيحما وأدلب ترجمة نانسي قنقر